يعني في بعض من اللعيبك محمد هاني بيرسيتاو حسين الشحات المستوى بتاعهم فرق 180 درجة بعدما يعني تاليما كانوا قبق أو سينة قد انهم ما ميكملوش يعني موسيق القادم مع النادي الاهلي الاداء بتاعهم بقى يعني فرق 180 درجة ففيه زي ما تقول فيه سحر كده حصل مارسل كولر غير تشكيلة أو طريقة لعب البدني والفني والسيكولوجي النفسي للعيب فعلا زي ما حضرك بتقول ميستر كولر مع النادي الاهلي فرق مع العيب دي بشكل كبير جدا لأن هنا الدور الأكبر على ميستر كولر وعودة كهرباء لأداءه والتحرر اللي حصل مع حمدي فاتحي ده فرق مع عداء النادي الاهلي بشكل كبير جدا مع أن الرجل ميستر كولر مع النادي الاهلي ما كان شديد طريقة اللي بيلعب بيها دايما كان ببادئ بـ 4-2-3-1 بعد كده غير سياسة لعبه لكن عشان ما نخرجش برة منتخب مصر الرجل فرق مع عداء هيني فرق مع عداء بيرسيتاو وفرق مع عداء حسين الشحات وهنا اللعبة دي استغلت الفرصة اللي جات لها دايما لعيب النادي الاهلي لازم مهم جدا أن كيرف المستوى يفضل عالي دايما ممكن يثبت عند مستوى معين وبعد كده بيعلى تاني لكن اللي كان فارق مع ده النادي الاهلي في بعض السلبيات اللي كان بتحصل أن الأداء مش ثابت وده اللي كان بيانتقد عليه بشكل كبير جدا محمد هيني أن دايما كان أداءه متزبزب وبعد الفترات ممكن يلعب مطشط كاس عنا من ده كويسة كان مطشط تانية تلاقيه مستوى متزبزب ثابت مستوى هيني ده اللي خليه يحجز مكانه في منتخب مصر وأتمنى له التوفيق لأن هيني انتقد كتير جدا لكن حافظ على مكانه وبقى مفتاح لعب مع النادي الاهلي وأعتقد أنه هي بقى مفتاح لعب مع منتخب مصر